مرحبا، هناك بعض الملاحظات عند كتابة عنوان الورقة البحثية هنا يجب أن نفرق بين عنوان الورقة البحثية وعنوان البحث عنوان البحث أثناء مثلاً دراسات أولية ودراسات علية ممكن أن تكتب أي شيء تريده بعنوان البحث لكن أنا أحكي عن عنوان الورقة البحثية من تبعث ماتك البحث للمجلة وشغلات جداً مهمة أنه ما نكتبها بعنوان البحث النقطة الأولى هو أنوان أو اسم الجامعة مثلاً جامعة بغداد كمثال مثلاً أمانج بغداد يونيفرستي ستودين هاي مو صحيح أنه نكتب اسم الجامعة أدت أسباب، أهم هذه الأسباب بعض البحوث عن شغلات معينة ممكن أنه تطيفد صورة غير صحيحة عن الجامعة مثلاً أنا سويت فتبحث على الدبريشن أو الانكزايتي أمانج الستودين من أحط اسم الجامعة هذا ممكن أنه بالمستقبل يأثر على اسم الجامعة وعلى الريبيتيشن مالتها فلذلك دائماً ننصح أنه ما نكتب اسم الجامعة فقط نكتب مثلاً أمانج بغداد يونيفرستي ستودين أو برايفيت مثلاً متوكولات لهلية برايفيت يونيفرستي ستودين أمانج بغداد يونيفرستي ستودين الأفضل أنه ما أحط اسم الجامعة في عنوان المقالة البحثية ترجمة نانسي قنقر